البداية الليلة من تطورات الغوطة الشرقية فما يخطط له النظام السوري في بلاده يشبه نهاية العالم والنزاع في سوريا دخل مرحلة رعب جديدة هكذا وصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما يقوم به النظام السوري الذي يواصل قصف الغوطة الشرقية متسببا في مقتل أكثر من 800 مدني منذ نحو 18 يوما وذلك رغم قرار مجلس الأمن الذي يدعو لهدنة تعم أرجاء السوريا لمدة 30 يوما قوات النظام التي استغلت الهدنة لتحقيق تقدم كبير على الأرض في الغوطة فاستقدمت مزيدا من التعزيزات في محيطها بينما قال أحد ضباط الجيش السوري الرفيعين إن استعادة الغوطة باتت قريبة جدا في هذه الأثناء تؤكد موسكو أن عدة فصائل وافقت على عرضها بمغادرة الغوطة وهو لم يؤكده أي فصيل معارض بعد عكس كل توقعات والصيحات الدولية يسير النظام السوري بالأحداث في الغوطة الشرقية تطورات دفعت بالأمم المتحدة لاتهام دمشق بالتخطيط لما يشبه نهاية العالم بعد الغوطة الشرقية على الأرض بدأت قوة النظام السوري عملية عسكرية برية ضد مواقع المسلح المعارضة في مسربة بغوطة دمشق الشرقية حيث أعلن التلفزيون السوري أن وحدات من الجيش هاجمت مواقع المعارضة لتأمين دخول وحدات المشات إلى مسربة وحسب خبراء فإن السيطرة على مسربة ستؤدي إلى شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بأن النظام السوري جلب مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى غوطة دمشق المحاصرة حيث وصل نحو 700 من قوات النظام إلى محيط الغوطة موسكو اعتبرت أن عملية النظام العسكرية السورية لا تعتبر خرقا للهدنة الصادرة عن قرار مجلس الأمن لكنها اعتبرت بالمقابل أنها تدعم جهود مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة بعمليات قواتها الجوية وزارة الدفاع الروسية من جانبها قالت أن بعض مسلح الغوطة قابلوا مقترح موسكو بمغادرة الغوطة الشرقية مع عائلاتهم فيما نفت فصائل من المعارضة المسلحة وجود أي مفاوضات بهذا الشأن وأكدت أنها متمسكة بمواقعها وستدافع عنها المزيد عن الهجوم البري لقوات النظام السوري والميليشيات الموالية له على الغوطة الشرقية معك يوسف آخر المعلومات تشير أن القوات الموالية للنظام سيطرت على نصف الغوطة تقريبا بحسب المعلومات مساحة طبعا يعني في تقدم مهند لقوات النظام مدعومة بالميليشيات بسبب طبعا استمرار العملية والتكتيكات هذه اعتاد عليها الجيش السوري يعني الآن في الفترة الأخيرة تشيرنا أيضا في الغوطة السابقا في مناطق أخرى وهي تقسيم المنطقة إلى مناطق صغيرة من أجل تسهيل دخول والاقتحام في مناطق أخرى طبعا فيه هجوم من أكثر من محور في الغوطة الشرقية لكن المهم هو التقدم من الجبهة الشرقية هنا يعني تم السيطرة اليوم على بيت سوا من هذا الناحية فاتسع الجيب بهذا الشكل القوات السورية تقول أنها على مشارف مسرابة بهذا الشكل وبالتالي الاتجاه سيكون باتجاه مديرة لكي يتم التواصل هنا بين هذين الطرفين وبالتالي يتم فصل دومة وحرستة عن عربين وجوبر وكل تلك المناطق ويتم قسم الغوطة إلى نقطتين أيضا مع استمرار القصف وإذا ما لاحظنا أين هي مناطق التي يتم فيها القصف الجوي والمدفعي للغوطة الشرقية بهذا الشكل سنلاحظ أنه فيه تركيز على إنشاء جيوب داخل الغوطة بحيث تستطيع مثلا هنا بعد فترة أن تحاصر بشكل دائري حرستة أن تحاصر جوبر بهذا الشكل إذا ما تم تقسيمها هنا في هذا الطرف هنا بالتالي ستصبح عندنا دوائر أصغر فأصغر وهذه أيضا تسهل للجيش السوري التدخل لأنه مناطق الغوطة مهند ليس كلها فيها مسلحين منتشرين لكن في بعض المناطق قد يكون هناك كوريدور قد يكون هناك ممر ضعيف يمكن استغلاله والدخول فيه من أجل رسم واقع جديد على الأرض في الغوطة لكن المساحة تتقلص من الأطراف تنكمش من الأطراف وبالتالي التقديرات تقول حسب المرصد السوري أنه نصف الغوطة الشرقية سيطر عليه الجيش النظامي الجيش الحكومي ويتقدم كما ذكرنا من أجل تقسيم الغوطة الشرقية إلى عدة مناطق في هذا الإطار واضح أن النظام يحاول التعامل مع هذه المنطقة يوسف بشكل بالمفرق كما يقال وليس كوحدة واحدة وكما أشارت تقسيمها إلى جيوب ربما ليسهل مسألة السيطرة عليها وهذا أيضا يسهل أيضا كما سنتحدث ربما التفاوض مع الفصائل لأنه في الفصائل كل فصيل يسيطر على منطقة فإذا تم محاصرة فصيل وإبعاده وعزله عن فصيل آخر يمكن التفاوض معه بدون أن يتشاور مع الفصائل الأخرى هذا أيضا شيء مهم جلسة مجلس الأمن العاجلة والطارئة والمغلقة انتهت قبل قليل ما رشح من معلومات يشير لأن المجلس أعرب عن القلق كالعادة وطالبه بتطبيق القرار 2401 دعنا نستفسر من ضيفنا عن بعض هذه الأمور الميدانية والسياسية المتعلقة بالغوطة معنا الآن من بيروت مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات خالد إحمادي أستاذ خالد بس الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن تطورات الغوطة واضح أن النظام يحقق تقدما ميدانيا كما أشرنا قبل قليل وآخذ في التقدم بشكل سريع نسبيا إلى أين برأيك تمضي الأمور ميدانيا وبعد ذلك سأسألك عن الموضوع الدبلوماسي المتعلق بجلسة مجلس الأمان أنا أعتقد ميدانيا لازلنا لنرى فعلا تقدما برغم المساحات التي دخل إليها الجيش السوري ولكن فعليا لم ينجح بعد الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه في تقسيم الغوطة كما كنت قدامت في التقرير أنا أرى أنه يريدون تقسيم الغوطة إلى ثلاثة أقسام قسم في الشمال حرستة ودومة وقسم في الوسط عربين ومحيطها والقسم الجنوبي نعني جسرين والمحمدية لغاية الآن لم ينجح هذا التقسيم أعتقد أن المخطط العسكري يريد تقسيمها إلى ثلاث أقسام ومن ثم إعارة تقسيم المقسم للتمكن من تحديد بعض المربعات التي يتم الدخول إليها وقدمها شيئا فشيئا وهذا طبعا يساعد على فصل الفصائل المعارضة التي تقاتل مثلا في حرستة هناك جيش الإسلام في دومة هناك أحرار الشام فإذا يعني يريدون فصل هذه المناطق الهامة عن بعضها بعد تقسيم الغوطة إلى ثلاثة أقسام أعتقد لغاية الآن لم ندخل في هذه المرحلة الجدية برغم ضراوة القصف الذي نراه ليس هناك عمليات برية جدية نحن نعلم أن الغوطة ليست كلها مناطق سكنية الغوطة فيها مناطق زراعية وفيها مناطق مكشوفة ولكن العمل الجدي وفق ما يبدو من عدم استجابة الفصائل لكل النداءات الروسية بالخروج عبر المعابر الآمنة ولغاية الآن رغم التأكدات الروسية أن بعض الفصائل تريد الخروج ورغم القول أن هناك بعض المدنيين يتظاهرون ضد الفصائل ولكن لم نرى فعلا تغييرا جديا في موقف الفصائل من عملية هذا الوجود سيد خالد اسمح لي هنا أن هذه الفصائل لازالت لغاية الآن في سؤال على موقف الفصائل في سؤال عندما بدأت عملية الغوطة يعني نذكر متذكر مهند كان في عرض من المعارضة بخروج جبهة النصرة حوالي 200 مقاتل أو 150 مقاتل وكان في حديث حوار مع الروس تحديث وحوار مع الروس وأيضا المعارضة السورية قالت أنه عرضنا على الروس أكثر من مرة خروج بعض الفصائل وخصوصا النصرة اليوم تشكك المعارضة تقول لا لا يوجد نحن لن نخرج لن يخرج أحد كيف نفهم هذا الموقف للفصائل يوم بداية هذه العملية واليوم ما هو المعروض على هذه الفصائل برغم إلى جانب الضبابية في عملية تطبيق الـ 2401 وإجراءات مراقبة تطبيق هذا القرار كذلك يعني الروس ماذا يعرضون يعني أولا عرضوا خروج المدنيين ثم خروج المسلحين مع عائلاتهم وأسلحتهم الفردية ولكن إلى أين هل إلى سجون النظام أم إلى الشمال السوري إلى أين هذا الخروج ومقابل ماذا يعني أنا أعتقد أن هذه الفصائل المطوقة والأهالي المطوقون في الغوطة الشرقية ليس أمامهم خيار يعني روسيا لا تقدم لهم خيار وليس هناك فعلا عملية سياسية ربما يذهبون إلى إدلب وثم يعانون المصير ذاته فلذلك يعني أنا أعتقد أنه هم ليس لهم خيار وهذا مما يساهم في هذا الموقف الصلب لهذه الفصائل يعني كلنا يعني التقديرات تقول أنه ربما داخل داخل الغوطة يوجد أكثر من عشتلاف مقاتل تب هؤلاء المقاتلون يعني إلى أين يخرجون ليست عملية خروج مئة مقاتل أو خمسين مقاتل مع عائلاتهم هناك عدد كبير من المقاتلين هناك ربما أكثر من 200 ألف أو 300 ألف ناس ما وجودون داخل الغوطة وربما العدد الكبير منهم مسلح ويقاتل تب إلى أين يذهبون يعني ليس هناك أفق سياسي لهذه المقايضة التي تريدها روسيا وكذلك يعني الموقف الدولي لنزال لغاية الآن وكأنه يريد إغراق روسيا بعمليات بحرب استنزاف ربما تكون طويلة الأمد وهنا يعني روسيا التي تريد أن تحول الغوطة إلى ورقة سياسية رابحة لا يبدو أن الغرب والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يقدم لها هذه الفرصة يعني أعتقد روسيا محرجة في التقدم العسكري لأنه لا يتم توظيفه سياسيا والفصائل كذلك تدرك أنها ليس أمامها أفق للخروج كذلك من الغوطة يعني لذلك أعتقد أن العمليات ستستمر طالما لم يعني يتوفر نوع من التغيير في المواقف الأساسية أفق سياسي لروسيا أو يعني عروض أخرى تقدم للفصائل المسلحة ولكن يبدو أن أي تغيير أستاذ خالد سيكون لمصلحة النظام إذا استمر النظام في تحقيق تقدم ميداني فحتى لو كان هناك أفق سياسي في نهاية العملية سيكون على حساب المعارضة يعني دعني أسألك عن الموقف الدولي الذي أشرنا إليه قبل قليل جلسة مجلس الأمن التي انتهت منذ قليل يعني انتهت بالأعراب عن القلق والدعوة إلى تطبيق القرار 2401 هذا العجز الدولي الواضح كيف برأيك يعني يؤثر على سير الأمور في الغوطة الشرقية الواضح أنه النظام ماضي في هذه الحملة والمجتمع الدولي يقف متفرجا لا أكثر ولا أقل يعني أنا أعود إلى نفس النقطة يعني عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي قرار بخصوص الغوطة معناه أنه لا يريد أن تكون هذه الغوطة ورقة سياسية بيد روسيا يعني يريدون المزيد من إغراقها وبالتالي لذلك عندما أفسحوا في المجال في القرار 2401 لاستمرار العمليات ضد النصرة والفصائل المتطرفة الأخرى يعني عمليا كانوا يريدون أن تستمر روسيا وسوريا في هذا القتال وأتى القرار يعني لم يكن تحت الفصل السابع أو تحت أي فصل آخر ولم تكلف أي جهة دولية بمراقبته يعني وضعوا كل الأوراق أوراق التنفيذ في يد الفرقاء المتقاتلين على الأرض ولذلك لا يزالوا يستمرون أنا لا أعتقد أن هذا عجزا دوليا هذا مناورة دولية ديبلوماسية تريد أن تقول لروسيا أنه ليس هناك أفق سياسي من خلال النصر العسكري الذي قد يحرزه الجيش السوري في الغوطة لن يبدل ذلك في الأوراق الأوراق التفاوضية لأنه يعني كما تعلم المفاوضات سيد خالد اسمح لي هنا أن أسألك هذه نقطة مهمة أريد أن أسألك وأرجو أن يتسع صدرك لهذا الموضوع يعني هنا منذ أن تغير الموقف التركي وصار فيه يعني تفاهم تركي روسي وكان واضح أنه فيه تفاهم دولي حتى مع أمريكا ومع الغرب على تصفية كل الفصائل المعارضة المسلحة سواء النصر أو غير ذلك أحرار تصفيتها جميعا وأن الحل سيكون من خلال تفاهمات دبلوماسية وأن كل المعارك التي تجري على الأرض هي فقط لعرقلة أو لتشكيك أو لزيادة قوة تفاوضية هل تعتقد أن المعارضة السورية المسلحة هنا كانت خارج هذا السياق ولم تستطع أن تكون لها مبادرة لتفهم أنها ستكون هي التي ستأكلها هذه النار وبالتالي ستكون وقودا لهذه المفاوضات الدولية دون أي طائلة أنا أتفق معك على هذا التشخيص يعني كل ما يجري في سوريا الآن هو رسم لمناطق نفوذ لقوى دولية داخل سوريا ولكن كذلك يجب أن نلاحظ أنه عندما يكون هناك منطقة في سوريا لا يهتم بها الطرف الآخر فلذلك عملية العسكرة وإغراق المنطقة في عمليات عسكرية لن يؤدي إلى أي نتيجة يعني ما يجري في الغوطة يعني يقدم تأكيدا لما أسلفت به يعني في الشمال رأينا كيف تم الترسيم منطقة النفوذ الأمريكية ورأينا الهامش المسموح لتركيا في عمليتها غصن الزيتون التي لازالت متعثرة رأينا كذلك المناطق التي رسمها الأمريكيون في الجنوب السوري يعني نتكلم عن التنف والمناطق المحيطة بها إذن اليوم الوسط وسط سوريا دمشق ومحيطها تعتبر الولايات المتحدة أنها لا تمثل شيئا بالنسبة لها فلتدفع روسيا ثمن يعني تنظيف هذه المنطقة من المعارضة أو فلتتفاوض مع هذه المعارضة لأنه يعني الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها ربما معنية من الناحية الإنسانية هي والدول الأوروبية في موضوع الغوطة ولكنها لا تريد إدخالها في أي صفقة يعني تريد إخراج الغوطة من تحت النيران السورية ولكن مقابل ذلك ماذا تقدم لروسيا أنا أعتقد هنا المأزق هنا المأزق الروسي والمأزق الدبلوماسي الغربي الذي يحاول إغراقها أكثر فأكثر في هذا القتال ثم يعني أنا من خلال مجريات العمليات العسكرية وحتى لو استمرت بهذا النمط لا أعتقد أن معاركة الغوطة قد تنتهي ربما بأسابيع طويلة فهل الروس وجيش السوري مستعدون لاستمرار بهذا القتال ولتحمل يعني العبء المعنوي والعبء الأخلاقي أمام العالم بهذا الشكل يعني أعتقد أنه روسيا بدأت يعني من خلال دورها في المسار السياسي من خلال سوتشي أو من خلال أستانا لم تجد عملية قيادة يعني هذه العملية السياسية ربما سمحت نفسها أو أملت نفسها بتحقيق عدد من المكاسب وهذا ما جعلها تندفع أكثر فأكثر نحو العمل العسكري أملا بتعزيز أوراقها وهذا ما يعني لا يتاح لها الآن المجال لتحقيقه هذه وجهة نظري شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد أحمدي المدير للمنتدى الإقليمي للإستشارات والدراسات كان معنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر